من رحمة الله الكريم وفضله إرشادنا بهداية القرآن فيه غذاء الروح إذ تحيا به وبه تذوق حلاوة الإيمان وكذا كزاد الصحة المنشود فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسعد بهذه الوجوهة الطيبة المتابعة لنا من خلال شاشة قناة زاد الفضائية وهذه تحية طيبة متجددة نهديها لكم ومرحبا بكم في حلاقة جديدة من برنامجكم برنامج زاد الصحة زاد الصحة لا زال يتتبع رحلة الهضم المثيرة وقد شاهدنا العديد من المحطات الهضمية وكان حديثنا في الأسبوع الماضي عن المعدة محطة المعدة وتحديدا كان الكلام يدور حول حديث عظيم المعاني قد شمل العديد من المعلومات الطبية والصحية كلمات معدودات سهلة بسيطة لكن قد جمعت الكثير والكثير حول التركيب المعدي والوظيفي والإرشادي ومن عجب أن يرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقد عاش عليه الصلاة والسلام في بيئة لم تعرف الوجبات المهملة والوجبات السريعة ولم تكن هناك أشعة أو تصوير لأجزاء الجسم حقيقة الحديث عن المعدة دائما ما يرتبط بالحمضية أو الحموضة فهناك حمض لكن هناك خلف الحمض الكثير من الآيات والعجاز الكثير من الأسرار لذلك بإذن الله حديثنا في هذا اللقاء عن صناعة الحمض والبداية بعد فاصل قصير فكونوا معنا فتأمل الأعضاء في أجسامنا سبحان مبدعها بذل إتقاني المعدة عضو مهم من منظومة الجهاز الهضمي للمعدة العديد من الوظائف المهمة في عملية الهضم أهمها مثل ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ الطعام وعاء وعاء لحفظ الطعام فلولا هذه الوظيفة لكنا نأكل على مدار الساعة فوجود هذه الوظيفة للمعدة هي ساعدت في تناول الوجبات في أوقات متفرقة فهي وعاء وعاء لحفظ الطعام هذه كانت الوظيفة الرئيسية للمعدة المعدة تقوم كذلك بهضم البروتينات فهي متخصصة بشكل أساسي بهضم اللحم البروتينات للمعدة كذلك أهمية في انتصاص فيتامين بي 12 الباء 12 وهذا مهم جدا في تكوين الدم وفي المعدة الحمض حمض مهم هذا الحمض يقضي على كثير من الجراثيم التي تلقى إلى الجوف نحن تقريبا في كل يوم نتناول مع الطعام ملايين من الجراثيم المختلفة لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه أن جعل هذا الحمض للقضاء على الجراثيم ومن رحمته أن جعل للعين البشرية طيف محدد للرؤية فالعين البشرية لا تستطيع رؤية جميع موجات الضوء ما تعرف الموجات الكهرومغناطيسية المسؤولة عن نقل الصور نحن نرى فقط طيف محدد فإذا كان المولى سبحانه وتعالى قد كشف الحجاب واستطعنا أن نرى كما يرى بعض الكائنات والمخلوقات لما تجرأنا أن نأكل لكن هذه الجراثيم تجد من يقضي عليها وهي الحمضية الموجودة في المعدة فهي تقضي على الجراثيم هذه الحموضة كذلك تعمل على تفكيك وتكسير البروتينات كما تعمل على تنشيط الخمائر اللازمة لهضم البروتينات طيب نعود إلى عنوان الحلقة صناعة الحمض أو الحمض في أجسامنا في حمض هناك حمض طيب هل سألنا أنفسنا ما نوع الحمض هل هذا الحمض قوي أم ضعيف هذا الحضم الحمض لماذا لا يؤثر على المعدة نحن تحدثنا عن الارتجاع وكيف عندما يتم إرجاع أو خروج هذه العصارة الهضمة من المعدة إلى المرء يشعر الإنسان بحرقان ومشاكل والتهابات وقد تتطور المشكلة إلى أمراض سرطانية وتغيرات سرطانية في أنسجة المرء لماذا لا يصير هناك خلل أو ضرر على أنسجة المعدة طيب هل هذا الحمض يتسرب إلى الجسم إلى الدم معروف جسم الإنسان قلوي يميل إلى القلوية متعادل لكن يميل بعض الشيء إلى القلوية ونحن نتحدث عن حمضية فما علاقة الحمضية بقلوية الجسم وهل هناك اختلاط السؤال المهم ما هي مكونات الحمض يعني الجسم المعد حتى تقوم بإنتاج هذا الحمض من أين تأتي بالمواد الخام أي مصرع لإنتاج منتج لابد أن يكون هناك مواد خام فالمعدة حتى تنتج الحمض من أين تأتي بالمواد الخام يعني هل الإنسان يشرب مواد حمضية أو خل حتى ينتج أم يتم إنتجها بشكل تلقائي فهناك العديد من الأسئلة متعلقة بحمضية المعدة وهناك حقيقة أسرار وآيات إعجازية لكن حتى نفهم هذه الجزئية لعلنا نتحدث عن الأحماض وأنواع الأحماض وأنواع السوائل بشكل عام السوائل يتم تدرجها حسب درجة الحمضية وهي عبارة عن معادلة كيميائية تعرف بالPH أو الأوس الهيدروجيني أو قياس الشوارد الهيدروجينية الشاهد هناك تدرج عالمي معروف يتم من خلاله تقسيم المواد إلى مواد حمضية ومواد قالوية قاعدية نحن نسمع عن بعض الأحماض مثل الأسد أو حمض البطاريات وهذا أسد حارق فهذه حمضية يتوسط التدرج الماء الماء يكون في الوسط على اعتبار الماء وخصوصا الماء المقطر هو ماء متعادل ثم تأتي المواد بالتدرج في اتجاه المواد القلوية أو القاعدية ويكون أشدها قلوية ما يعرف أكرمكم الله بمسلكات المجاري بين المواد الحمضية بين أسيد السيارات ومسلكات المجاري هناك تصنيفات لمواد مختلفة حسب الحمضية والقاعدية فمثل ما قلت أكثر المواد حمضية شديدة للحموضة وهي الأحماض المستخدمة في بطاريات السيارات وتسمى الأسد وهي مواد حارقة مذيبة للجسم ومذيبة للعظام ومذيبة للمعادن كذلك هذه تعتبر أشد المواد حمضية تريد أن تعلم تركيز حموضة المعدة أو تركيز الحمض الذي يتم إنتاجه في المعدة شاهد ما يصوره على الشاشة الآن المفاجأة أشد المواد حمضية السوائل المستخدمة في صناعة بطارية السيارات وهي أحماض محرقة مذيبة للعظام للجلد وللمعادن حتى وهذه تصنف رقم صفر يأتي بعدها حمض المعدة شاهد التركيز حمض قوي جدا حمض يذيب البروتينات واللحوم ويذيب العظام في جوفك في المعدة هناك حمض يذيب العظام لكن نطف المولى سبحانه وتعالى قد حمل معدى من هذا الحمض القوي يأتي بعد حمض المعدة الليمون ثم السوداء المشروبات الغازية البعض للأسف يتناول المشروبات الغازية بكميات كبيرة مع كل وجباء بل في بعض الحيان قبل تناول الطعام والمعدة فارغة الطماطم من نفس الكلام حمضية تؤثر القهوة القهوة كذلك حمضية فنعيد نؤكد الكلام لا ينبغي شرب المواد الحمضية كالليمون والصود مشروبات الغازية والقهوة قبل الطعام على بطن فارغة على الريق هذه المواد حمضية قد تؤثر على الأغشية المبطنة التي تحمي المعدة من الحمض المواد الحامية أو المبطنة للمعدة التي تحمي المعدة عادة تفرز متى إذا بدأ الإنسان في الأكل أثناء وجود الطعام في المعدة هذه كل العوامل تؤدي إلى إفراز المواد المبطنة الحامية لجدار المعدة لكن الإنسان عندما يشرب مواد حمضية مثل المشروبات الغازية والقهوة دون تهيئة المعدة لاستقبال الطعام هنا تكون هذه الطبقات غير موجودة ممكن في بداية الإنسان لا يشعر بمشاكل لكن على المدى البعيد ممكن تبدأ أعراض التهابات في الأغشية المبطنة الحامية لجدار المعدة لذلك رجاءا يا سادة يا كرام يا أفاضل يا فضليات نتبع العادة الصحية الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بتركيبة محددة وهناك الإرشادات التي ينبغي اتباعها فشرب المواد الحمضية على الريق قبل تناول الطعام مضر بالأغشية وقد يكون الأثر بعد فترة من الزمن الإنسان قد لا يشعر بالمشاكل لكن مع مرور الوقت قد يعاني من التهابات المعدة نكمل قائمة المواد الحمضية ثم يأتي بعد القهوة الحليب أو اللبن اللبن حمضي نعم اللبن يصنف كحمض وليس مادة قلوية صحيح يستخدم الحليب واللبن على نطاق واسع لتخفيف حموضة المعدة الإنسان الذي يعاني من حرقان في المعدة وحموضة في المعدة عند شرب الحليب يشعر بتحسن والسبب ليس لأن الحمض مادة قلوية أو قاعدية معاكسة للحموضة لا السبب هو الحليب حمض لكن حمض بسيط خفيف يقترب إلى القيمة المتعادلة وهي سبعة قيمة البي اتش حموضة الماء أو قيمة الأصل هيدروجيني للماء فهو حمض بسيط فبالتالي الإنسان عندما يشرب الحليب الحموضة تقل تقل من رقم واحد إلى رقم ستة فيشعر الإنسان بالتحسن فنصحح المعلومة الحليب هو مشروب حمضي لكن حمض بسيط ثم يأتي الماء وخصوصا الماء المقطر الماء المقطر هو الفاصل بين الأحماض وبين المواد القاعدية أو القلوية مباشرة بعد الماء يبدأ تدرج المواد القاعدية ومنها الدم فالدم متعادل لكن يميل إلى القاعدية بشكل أكثر اللعاب كذلك الإفرازات في الأمعاء كذلك تميل إلى القاعدية البيض وبالخصوص بياض البيض قالوي الأقراص المستخدمة في علاج الحموضة هناك أشكال متنوعة من الأقراص والمشروبات تستخدم لتخفيف الحموضة فهي قلوية عملية تعادل هناك حموضة فهذه الأقراص أو المشروبات تؤدي إلى قلوية أو تقلل من الحموضة وبالتالي الإنسان يشعر بالتحسن ثم تأتي الأمونيا الصابون المبيضات شركات مختلفة وأخيرا في التدرج كما باين أمامكم في الشاشة أكرمكم الله المسلكات المجاري فهذا كان تقسيم المواد وقد أعطينا نماذج وعينات لبعض المنتجات لمعرفة درجة الحموضة والقلوية إذن حموضة المعدة حموضة قوية حموضة شديدة طيب هذه الحموضة المذيبة للعظام لماذا لا تذيب أجزاء المعدة المعدة عبارة عن بروتينات عن قطعة لحم لكن سبحان الله لا تتأثر بهذه الحموضة العالية السبب هو هناك برزخ إذا صح التعبير برزخ يفصل سبحان الله بين هذه الحموضة الشديدة وبين مادة قالوية تغطي وتبطل جدار المعدة سبحان الله هناك حمض يتم إنتاجه من الخلايا الموجودة في المعدة وفي نفس الوقت هذه الخلايا فيها قعدة ولا يختلط الحمض مع القعدة لا يؤثر حمض المعدة على جدار الخلايا ولا يؤثر قلوية الخلايا قلوية الطبقة المغلفة لغشاء المعدة على حمضية المعدة سبحان الله وإن شاء الله بإذن الله لعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نعطي وصف دقيق لهذا البرزخ لأنه حقيقة هناك آيات وتركيبات جزئية معقدة مسؤولة عن تكوين هذا الحمض والبرزخ في نفس الوقت ومن الآيات الإعجازية سبحان الله في هذا الحمض القوي المركز الكامن في أحشائنا في المعدة تأثيره على جسم الإنسان بشكل عام جسم الإنسان هو متعادل ويميل بعض الشئ إلى القلوية هذه القيمة لابد أن تكون ثابتة حتى يعمل جسم بشكل سليم وطبيعي وتعمل جميع الخمائر وجميع الأنظمة في الجسم لابد أن يكون الجسم وقلوية الدم هي في هذا الإطار وتعادلة تميل إلى القلوية 7. التعادل قيمة التعادل هي الماء البي اتش للماء 7 جسم الإنسان 7.3 7.4 يعني يميل بعض الشيء إلى القلوية تركيز حمض المعدة أكثر من تركيز الدم كم؟ ثلاثة مليون مرة شايفين الفرق؟ المعدة فيها حمض أشد تركيز من سوائل الجسم ومن الدم بثلاثة مليون مرة يعني إذا تسرب جزء من هذه المعدة إلى الدم لتعطلت الحياة شوفوا رحمة الله شوفوا نطف المولى سبحانه وتعالى يعني أوجد هذا الحمض في المعدة لأداء العديد من الوظائف وجعله منفصل كأنه في دولة مستقلة يبقى السؤال المهم طيب حمض قوي يأتي في التدرج بعد سوائل البطاريات أو أسد حمض البطاريات ما هي المواد الخام التي يحتاج الجسم لصناعة هذا الحمض نتحدث عن حمض قوي تركيزه واحد يفصل بينه وبين أسد وحمض السيارات درجة ما هي المصادر؟ يعني هل إنسان يشرب أسد؟ هل إنسان يأخذ حمضيات حتى يكون هذا الحمض الذي يساعد في عملية الهضو؟ الإجابة تكوين الحمض المركز في المعدة من ماء وثاني أكسيد الكربون سبحان الله من ماء وثاني أكسيد الكربون يتكون حمض محرق حمض مذيب حمض قوي وبنفس العملية الكيميائية يتكون مادة قلوية سبحان الله نشاهد الآن عملية تكوين الحمض المواد الخام لإنتاج الحمض هي الماء وثاني أكسيد الكربون يتم أخذها من الدم كما نشاهد الآن هذه المواد الخام ما مواد عادية ماء وثاني أكسيد الكربون يتم سحبها سبحان الله من الأوعية الدموية إلى داخل الخلايا ومسي بما قلنا عندما الإنسان يبدأ تدوق الطعام أو دخول الطعام إلى المعدة هناك في مستقبلات وفي هرمونات يتم إفرازها لتنشيط عملية الإنتاج تنشيط عملية إنتاج الحمض فيتم إدخال هذا الكربون كربون دايكسايد والماء إلى خميرة كما تشاهدون الآن خميرة تأخذ الماء وتاني أكسيد الكربون تسمى كربونيك أنهيدريز تطلق الهيدروجين وتطلق البايكربونيت البايكربونيت هو القلوي سبحان الله يتم طرده خارج إلى الخارج ويتم تجميع الحمض ثم يأتي هذا الكلور المركب ويتم تجميع الهيدروجين والكلور أو الكلورايد داخل الخلية يتم تجميعه بكميات مناسبة إلى حين يعني ضرورة إنتاجه وإفرازه إلى تجويف المعدة كما نشاهد فتقوم هذه الخلايا المتخصصة بإخراج الهيدروجين والكلورايد كحمض قوي شديد التركيز يساعد على هضم الطعام سبحان الخالق سبحان الله وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون قبل العلاج وقاية وحماية وهما بوحي الله مذكوران كما شاهدنا حمض مركز قوي موجود في جوف المعدة لكن من لطف المولى سبحانه وتعالى أن جعل للمعدة بطانة غشاء يحميها من الآثار المترتبة عن هذا الحمض حتى لا يوذي بجدار المعدة وهذا جدار سبحان الله في قمة الإتقان صنع المولى سبحانه وتعالى لكن هذا الجدار أو هذا البرزخ أو هذه الطبقة الحامية قد تتعرب للتلف أهم الأسباب التي تؤدي إلى تلف الغشاء أو البطانة الحامية لجدار المعدة التهاب الجرثومة المعدة والقلق الزائد القلق الكثير شرب الدخان الكحول استخدام بعض المهدئات المسكنات نانسترويد الأدوية مسكنات دون استشارة الطبيب شرب القهوة شرب مياه الغازية من الصباح الباكر قبل تناول الطعام هذه كل الأمور تؤدي إلى تلف الجدار الحامي للمعدة وظهور الأعراض عراض التهاب المعدة ألم شديد حرقان تقي فقدان وزء ممكن يكون سوء هضم تقش انتفاق في المعدة بسبب التهاب جدار المعدة نتيجة بعض التصرفات طيب كيف أحمي نفسي من التهاب المعدة تجنب شرب القهوة والمياه الغازية من الصباح الباكر وقبل الإفطار الكثير من تناول معززات الجهاز الهضمي ومعززات المعدة أهمها نتعرف عليها بعد فاصل قصير ابقوا معنا فتأمل الأعضاء في أجسامنا سبحان مبدعها بذل إتقاني مرحبا بكم من أهم معززات المعدة والطبقات التي تحمي المعدة من الحماية بعد الحفاظ على الصلوات والأذكار العسل العسل والكركم من أحسن الأشربة والأدوية التي تستخدم في مثل هذه الحالات حرق الصوس مع الحذر استخدام الفترات محددة كما تناولنا الموضوع في حلقات ماضية ومارسة الرياضة الرياضة تقلل الفرازات وتقلل الضغط على المعدة طبعا لنا قائمة طويلة وللموضوع بقية نكمل بإذن الله في الأسبوع القادم إلى ذلك من الحين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رحمة الله الكريم وفضله إرشادنا بهداية القرآن فيه غذاء الروح إذ تحيا به وبه تذوق حلاوة الإيمان وكذا كزاد الصحة المنشود فيه آي الكتاب بأوضح التبياني في سنة المختار طب رائع ووقاية الأرواح ووقاية الأرواح والسلام عليكم